أخبر الجامعة المغربية بإيجاز من ستوديو قناة كومبس ماروك تيفي مرحبا بكم ترأس يوم أول أمس السبت 26 مارس 2022 بكلية الطبي وصيدة لبيطانجة السيد عبدالاطف ميروي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بمعاية السيد عامل إقريم الفحص أنجرة والسيد رئيس مجلس جهة طنجة طوان الحسيمة والسيد رئيس جامعة عبدالملك السعدي والسيد موديل وكالة إنعاش أقاليم الشمال المناظرة الجهوية الخاصة بجهة طنجة طوان الحسيمة وقد شكلت هذه المناظرة الجهوية مناسبة لعرض حسينة جلسات التشاور والإنصاط والتي تنظمها جامعة عبدالملك السعدي ثلاثة شهرين فبراير ومارس 2022 مع مختلف الفعين الجهويين والمؤسستيين والاقتصاديين والاجتماعيين بالجهة فضلا عن الجلسات التي تمت برمجتها مع طلبة والأستد الباحثين والأطور الإدارية والتقنية ترأس وزير التعليم العالي والبحث العلمي والإنتكار السيد عبداللطيف ميروي يوم الاثنين 28 مارس 2022 أول لقاء من سلسلة اللقاءات الحوارية ليدرشي تولكس بجامعات ابن طفيل القنيترة تحت شعار القيادة النسائية ودورها في تعزيز قدرات التأقل من لدى الطالبات أطلقت جامعة محمد الخامس بالرباط بالشراكة مع بنك إفريقيا برنامج ابتكار جهوية البنك الدكي مفتوح لأصحاب الأفكار أو المشاريع المبتكرة على مستوى جهة الرباط سلال قنيترة نهاية موجز الليلة إلى الغد